اشتركوا في القناة اكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الغراء يعني الخميس ليلة الجمعة واليوم الأزهر فإن صلاتكم معروضة علي ويوم الجمعة هو يوم عيد الله جعلنا يا عيد من أجل أن نجدد العبادة اللي مأصر خلال الأسبوع بيجي يوم الجمعة يعني بيصلي الفجر في المسجد وهي كي تنبعث فيه هم جديدة ويكثر من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا أخوانا الكرام السعادة سعادة القلب شغله لا بأكله ولا بشربه إلا نحن أعاديين كنا عم نصلي على النبي عليه الصلاة في غاية السرور ولا مجلس العلم حتى تطلع الشمس كمان في غاية السرور الله يجعلنا من المقبولين اليوم أتحدث عن شيخ التابعين إمام التابعين يعني كل من رأاه شبهه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن البصري ومن لا يعرف الحسن البصري حسن البصري هذا لازم الشباب يعني يكونوا يعرفون هذه الشخصية حتى يتعلمون منه كلامه مثل كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شخصية كتير مميزة ولد في زمن عمر بقي كان صفيان سنتين من خلافة عمر ولد الحسن البصري هو كان من المدينة المنورة لكن سمي بالبصري لأنه ذهب إلى البصرة ومات فيها سبحان الله لكل زمان دولة ورجال البصرة كان إلى إيم كتير هلأ وين يعني تذكر كمدينة لكن البصرة كانت منبع الخير لما وجد فيها من أهل العلم والفضل البلد بتنشهر بأهل العلم والفضل ما بتنشهر بأكلها وشربها كما في هذا الزمان رضي الله عنه وأرضاه ولد الحسن البصري بالمدينة المنورة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني كانوا صغير لما كان بزمن سيدنا عمر وسيدنا عمر دعالوا شافوا عمي العاب مسكوا ورفعوا فقال اللهم فاقتهوا بالدين وحببه إلى الناس قام أصابتوا دعوة مين إذن عمر إذا كان يوم من الأيام هيك صح لكم أنه مثلا ما أعرف شو المناسبة ولكن أنه ابنك تاخده مثلا لعند رجل من أهل الصلاح ويدعيله لعله تصيبه دعوة هذا مين هل أيام بيئ لك فلان حنكوا مين دكتور مازين المبارك الله يطوّل عمره حاضر عنا في مركز قيم أكثر من مرة ولدان بيت سيدنا مين شيخ بدر الدين الحسني عنده بالبيت وهو اللي حنكوا وهو الذي سمّاه ذلك كل ما أنا نظرت إليه ورأيته والله أشعر بالبركة يعني تغمرني هذا هذا من بقية السلف الصالح كان يحضر خطبة سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عثمان ابن عفان يعني مدة خلافته عشر سنوات ونصف عشر سنوات أصبح هو والدان بخلافة سيدنا عمر يعني عمره اتناعش تلتعشر سنة وكان ينظر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه ويقتبس من علمه ويأخذ من نوره يعني بالزمن لتئيل مو الزمان السهل رضي الله عنه وأرضاه شو صفاته هل أبئت لك وسأل هذا الرجل شو صفاته قال عامر الشعبي لرجل يريد قدوم البصرة قال له إذا نظرت إلى رجل أجمل أهل البصرة وأهي بهم فهو الحسن رضي الله عنه فأقرئه مني السلام ألا إذا رحضت على البصرة ببيّن معك أجمل رجل ليش؟ لأن الجمال جمال الإيمان إن شاء الله مفكرين الجمال جمال الجاكيت والطام والقرافة والعطر لا تعرف في وجوههم نظرة النعيم سيماهم في وجوههم من أثر السجود هلأ أنتوا ولا شوفوا ما شاء الله نور التهجد ونور صلاة الفجر ونور مجلس صلاة عن النبي ونور مجالس العلم ما شاء الله شوف الناس اللي عم يأنشهد واللي عم يصلي على النبي عليه الصلاة والصلاة هدول الشباب هدول اليافعين الله يرضى عليهم إن شاء الله نور الإيمان في وجوههم الله عز وجل لا يسلب النور من وجوهكم أيام بتفرج يقول لك وين النور اللي كان حسب حالك حسب حالك هلأ الدكتور بيبين معه أيام من الفحص السريري دقر عينه وتغير لونه شو قل له لا سمح الله هذا مريئين وهذا مدري إيش بس نحن ما في كورونا في بلادنا الله عز وجل يصرف عننا وعن بلاد الشام بلاد داعي للنبي عليه الصلاة والسلام كانت أم الحسن البصري واسمها خيرة أنتوا شوفوا من وين في شيء لسا أبرك مما قلت لكم أبرك من حملة سيدنا عمر ودعاؤه حزروا شو هو اسمعوا أمه أم الحسن كانت تخدم عند أم سلمة بالبيت أم سلمة مين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فربما أرسلتها في الحاجة فتنشغل عن ولدها الحسن وهو رضيع فتشاغله أم سلمة بثديها تحط وين على ثديها وهو رضيع فيدر عليه قال فيرضع منها فكانوا يقولون تلك الحكمة أوتيها من بركة تلك الرضاعة وين رضعان رضعان من أم سلمة رضي الله عنها وأرضها شوية حليب أيام نقطة نقطة بيكون فيها الخير على الواحد إذا كان نشوف النقطة على اليمين والعشمال المئة ألف إذا حطينا الدم نقطة مليون والمليون إذا حطينا له نقطة قديش بيصير عشر ملايين إذا كان عشر ملايين حطينا له النقطة يا سلام صاروا مئة مليون الله تجيكم هيك نقط مو نقط الأمهات قديمة إن شاء الله تجيك الخيرات بالجرافة تمسك لطراب بيقلي بإيش إن شاء الله مذهب ألماس عيار أحسن عيار قال يقول الحسن كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه أرضا هل تيش كان ست سنين سبع سنين بتذكر هو الأبن الست سنين بتذكر وسبع سنين بتذكر قال فأتناول سقف البيت بيدي وين العاب بيت بيت النبوة عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة وعند يعني أم سلمة وغيرها رضي الله عنه أرضاه هذا الرجل كان كان يعرف بصيامه وبقيامه هل يشوف بيعرفوا فلان هذا أكول وهذا بيحب الطابة بيلعب كتير نيح تاني بيحب السهر هل عرفت بقيامك والناس نائمون هل عرفت بصيامك والناس مفطرون الحسن رضي الله عنه كان يصوم من السنة أيام البيض البيض شو هنين تلتعاش واربطعش وخمس طوال يسمون بيض حفظوون ست أيام تبع شوال مو اسمون ست أيام البيض نحنا منخلط الحابل بالنابل هدينك ستة من شوال البيض وطلتعاش واربطعش وخمس طعش لأنه القمر شو بيكون بدر تعرفون الرغيف الصخن هيك بدر بتقوم بتصير الليلة السوداء بيضاء بإنارة القمر تلتعاش واربطعش وخمس طعش قال ويصوم الاثنين والخميس هذا شأن المؤمن تساوي لك عزيم يقول له بس أنا يوم التنين والخميس صايم وين أنا دول الصايمين الدخل والدخل والآخرة والله هيجي يوم يا أخوانا الكرم ما بيحسن الواحد يصوم هذا بيجي سكر وهذا بيجي يعني وجع بده ياخد دواء وهي هل الشباب يا معشر الشباب لبيك يا رسول الله من يستطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع أغلب الناس لا تستطيع فعليهم إيش بالصوم قال ويصوم الأشهر الحرم ألا بلش رجب رجب هذا شهر التخلية خفف خفف ألا اللي نازل بالمي وعم يغرأ وحاطت شنتاي على ظهره وبيجيبته وإيش في موبايل هون وشاحن هون شو بيساوي بفضي بده ينجو سمعانين خفف خفف من الدنيا خفف خفف من الروحات هلا بدي صير الانترنيت إيش على السحب بلالانترنيت كله قال له أخليني أنا على واتس أب رسالة إذا كان في إنسان بده يعني غير هيك ما عد بدي لعد بدي فيديوهات بدي بدي إيرى قرآن بدي هيك يصفى قلبي بيجي شعبان هلا الواحد إذا كان متسخ أول شي بقيم آه بعدين آخر وشين شو بيساوي وش نظافة هذا وش النظافة البوليش آه ما قبل النهائي كان الحسن البصري صاحب ليل أي يكثر من صيام قيام الليل رضي الله عنه بعدين كان فارس سألوه يوما قال يا أبا سعيد هل غزوت هل في واحد بالجامع وكذا وهي بس ما في حيل قال هل غزوت قال نعم ذهبت وغزوت في كابل كابل يعني اسمه هاي ايش يعني جهة أفغانستان تلج ذكروا قتيبة بن مسلم الباهلي قال مع عبد الرحمن بن سمرة هذا صحابي عبد الرحمن بن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه ذهبت إلى وين كابل شون كابل ليروح على أنه خطوط ذهب وجاهد وتحمل البرد والجهاد نحن منع حسنانين نجي من بيتنا للجامع والله في ناس عم يجو الله يهنينون رضي الله عنهم وأرضاه كان أشجع أهل زمانه طبعا كلامه مثل كلام الصحابة الأسبوع الجاي هجي بلكم كلام لكن حسن البصري شو هاك بدوق بردقانة هيك أبصر سبحان الذي حط فيها السكر شو بيشبه السكر لك أنا سكر عسل لك أطيب من العسل كلامه مثل كلام الصحابة ما حقلكم تلك كلام الأنبياء كلام الأنبياء لا يوضاهيه أحد مين شيوخه شيوخه كلهم صحابة والله يا أخوانا الكرام نحن بزمن فيه خير هلا عم تتعلموا من الأشياء ومن الأسادزة ومن الدعاة لك فيه خير لسه فيه خير هلا أنتوا قاعدين بالجامع هذا الدرس أنتوا هلا مثلا عم تسمعوا قاعدين هون بالجامع وبهالأنوار فيه ناس عم يشوفوا بس مباشر قلوا شو بتتمنى بيقلك أنه أركب طيارة ويجي على جامع لا 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 باشا ويحضر هالجلسة طيب هلا يلي قاعدين هون بالشام وما عم يجو يعني يعاملنا بفضله وإحسانه رضي الله عنه وأرضاه قال روى ابن سعد عن خالد بن رياح أن أنس بن مالك رضي الله عنه سأل عن مسألة أو سئل عن مسألة أنس بن مالك صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فيه عظم من هي سألوه عن مسألة فقال عليكم مولانا الحسن فاسألوه فقال له عم نسألك أنت صاحب النبي أنت عادت مع النبي وخدمته عشر سنين قال سلو مولانا الحسن شو معناته هنيك العلم هنيك الخبرة هلا كثير من أيام بتجيني أسئلة في أسئلة فيها تخصص ولو نسألوه الأستاذ الفلاني قالوا نسألك وتقول سلو مولانا الحسن فقال إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسيناها هذا رجل إيش من أهل الحفظ ومن أهل القلوب رضي الله عنه أرضاه أجمل تفسير رأيته كان يفسر القرآن قال سألوه عن قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال ربنا آتنا في الدنيا حسن العبادة حسنة شوه صلاة قيام هذه الجنة هل أنتوا عاديون بالجنة العبادة هيك فسرها هذا اللي رضعان رضعان الخير بزمن النبوة لما أنت عم تكون بالعبادة معناتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسن العبادة وفي الآخرة حسنة قال نعيم الجنة هل فسروا فسروا ابن عباس ربنا آتنا في الدنيا حسنة الزوجة الصالحة كمان ظريفة إذا ما في زوجة صالحة بفيئة ما بتفي على الصلاة لا بتصلي فجر الجمعة ولا فجر السبت ولا وضوها بتصلي العشاء وماسكها الموبايل شوها الحيات زوجة لا تصلي هي 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 جنة ولا جهنة إذا زوجة ما بتصلي معنات الأولاد بيصلوا فتشوا يا شباب عن جنة الدنيا ويدخلهم الجنة عرفها لهم رضي الله عنه وأرضاه قال قال أبو طارق السعدي شهدت الحسن عند موته يوصي جمع الناس فقال لكاتب أكتب هذا ما يشهد به الحسن يشهد أن لا إله إلا الله اكتب لوصي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من شهد بها صادقا عند موته دخل الجنة لا إله إلا الله وصي وصي بها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قال بها صادقا عند موته دخل الجنة هكذا قال الحسن البصري ورضي الله عنه وأرضاه توفي رضي الله عنه وأرضاه وعمره تسعا وثمانين سنة عمر صلوا عليه في مسجد البصرة الكبير بعد صلاة الجمعة ويدخلون أفواجا قال حتى ما أقيمت في المسجد صلاة العصري لكثرة الناس رحمة الله عليه الجمعة الماضية أحد أخواننا الكرام الله يذكره بالخير على صلاة العصر بعتلي بتصوير عند مقام سيدنا دحية الكلبي قالوا والله ما شاء الله درس عملي سمعت عن الصحابة هلأ الحسن البصري مدفون وين بالبصرة البصرة هي جنوب العراق على حدود الكويت إذا زرتوا يوم الأيام البصرة فادخلوا وزوروا هذا الصحابي الجليل بالعراق في صحابه وفي تابعين وفي الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه وهناك من رجال الله والصالحين سألوا الله أن يجمعنا بهم الأسبوع الجاي إن شاء الله بجملكم من كلام الحسن البصري الله عز وجل ينفعنا من بركات هؤلاء أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة